قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُنَاكُ اللَّهِ كَمِّنْ فِئَةٍ قَلِينَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ لِلَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُونِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْلِئْ عَلَيْنَا صَبَرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَإِنْظُرْنَى عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموا بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لأسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلو ما عليك بالحق وإنك لمن الأبسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مرهم البينات وأيدناه بروح القلس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما وزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلق ولا شفاع والكافرون هم الضالبون الله لا إله إلا هو الحير القيوم لا تأخذ مسمة ولا دوم له ما في السماوات وما في الأرض من دهل يستعى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحبون بشيء من حلمه إلا بما شاء وزع كرسيهم السماوات والأرض ولا يؤمنوا حفهم ما وهو العلي العظيم شكرا